واحد من أعرق الأندية الأردنية الأهلي أو القلع البيضاء والذي ولد عام 1944 شهد فترات تألق عديدة في مختلف الرياضات حيث حمل لقب الدور المحلي للعبة كرة القدم في ثماني مناسبات كان آخرها عام 1979 35 عاما غاب فيها الأهلي عن منصات التتويج للساحرة المستدرة أنا أعتقد أنه من الضروري جدا أن نشد عزيمتنا وأن نجدد نادينا بعد مرور 70 سنة على تأسيسه وهذا ما حدث خلال العام الماضي نحن في فترة تجدد وفي فترة تعزيمة ورؤية جديدة لن يكون النادي الأهلي إلا حجر زاوية إيجابي في الرياضة الأردنية له دور وله باع ولا نقبل بغير ذلك خلال السنوات الماضية تأرجح لاعب القلعة البيضاء بين الدرجتين الأولى والممتازة لكنهم اليوم وبعد عودتهم مجددا إلى دور الأضواء يبدون أكثر إصرارا على استعادة أمجاد غادرة لكن مع النظر بواقعية إلى اختلاف أوضاع الكرة الأردنية من عهد الهواية السابق إلى عصر الاحتراف الحالي نحن طبعا بالاتفاق مع إدارة النادي عرفانين نحن واقع الفريق وعرفانين الإمكانيات والطموحات ونحن طموحنا هي السن الحقيقة هو بالدرجة الأولى السبات بدور المحترفين بشكل مريح الأهلي يملك نقطة وحيدة من تعادله في الجولة الأولى وسيكون على موعد مع حامل اللقب الوحدات في الجولة الثانية جزيرة من الأفريقاء التي اعتالت أو ثاني فريق برشح لأخذ الدوري كنا معه ند قوي عطتنا دفع معنوية كويسة وإن شاء الله سوف أهلي مختلف في مباراة القادمة مع الوحدات بتشكيلة شابة لا يتجاوز متوسط عمارهم الرابعة والعشرين نجح الأهلي في الموسم الحالي بالوصول إلى ربع نهائي مسابقة الكأس بعد خوضه لخمس مباريات دون مخسارة يبحث عن أول انتصار له بالدوري أمام الوحدات محمد العز العربية عمان محمد العز العربية عمان